احمد سعد طبعا مغني جميل لا خلاف عليه صوته جميل وابدع اغنيات لاقة نجاح هو شقيق الممثل عمر سعد وكان تزوج طبعا كلنا عارفين ان هو تزوج من سمية الخشاب وقبل كده ريمة البرودي وهو طبعا محب للظهور ككل الفنانين يعني كل فنان طبعا ايه محب للظهور ويمكن ده سر لفته للانظار بلبسه الغريب اللي هو فيه تشابه مع ملابس النساء شوية باللبس الشفاف والهيئة اللي ظهر بها في حفل مؤخر في السعودية طبعا هنا احنا يعني ممكن ايه نتأمل هل هو حر الفنان حر يعني يفعل كما يشاء ولا هو يعني قدوة للاخرين ام ماذا يعني كيف انه حاسب الفنان الحقيقة ان كل غرضه كل غرض الفنان احمد سعد من ظهوره بالمظهر دوت هو مجرد لفت الانظار بس هو عايز يلفت الانظار ونجح في كده بالظبط كده زي ما بتيجي ممثلة في المهرجان رانيا يوسف او اي ممثلة مثلا بتتعر جزء من جسمها او كده او لكن هل الفنان هو قدوة للشباب او قدوة للناس الحقيقة لا المفروض ان الناس والشباب ينظر الفنانين على انهم ايه ناس عاديين بيبحثوا عن شهرتهم وعن مصلحتهم برضو الخاصة ولهم حياتهم الخاصة ما احنا طبعا نخدهم اه قدوة وما يصحش كمان كمان ان احنا نفرط في محاسب محاسب محاسبتهم ولومهم لان هما ايه لهم الحرية وكل غرضهم هو النجاح والشهرة وطبعا كسب المال اه من خلال الفن اللي بيقدموه انما احنا اه طبعا المسئولية الزاتية بقى دي بتنبع من الفنان نفسه هو هل هو يعني لديه مسئولية زاتية هو شايف نفسه ايه اه طبعا كل مكان الفنان اه صادق طبعا مش يعني هيحاول ان هو يظهر بالمظهر اللائق المحبب مش ان هو يلفت الانظار باي طريقة اه لا طبعا اكيد هيحاول ان هو يلفت الانظار اه ولكن بطريقة جميلة زي الفنانين بتوع زمان يعني عبدالحليم حافظ اه والعمل قد بتوع زمان كانوا بيلفتوا الانظار طبعا لكن بفنهم وجمالهم وجمال مظهرهم كانوا بيحرصوا ان هما يكونوا في اجمل صورة لكن هل دي احنا هنفرضها على الفنان لا طبعا ديت بتنبع من الفنان نفسه شيء زي ده لازم ينبع من الفنان نفسه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة